استعدادات كبيرة من الجيش الوطني وقوات التحالف العربي تدور هذه الأيام على قدم وساق لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء ميدنيا أفاد موقع المشهد اليمني بمواصلة الميليشيات تفجير منازل مدنيين في نهم شرق صنعاء وأضاف المصدر أنه خلال الساعات الماضية فجرت الميليشيات ثلاثة منازل أحدها في منطقة المجاوحة ومنزلين في قرية بني فرج بالقربي من مركز مدريات نهم وقال الناطق الرسمي باسم محافظة صنعاء أنه تم رصد 16 اعتداء من قبل الميليشيات خلال 24 ساعة الماضية وملاحظة تعزيزات عسكرية للانقلابيين جبهة نهم كما أفادت مصادر أمنية في محافظة الجوف شمال اليمن عن سقوط قتل وجرح من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بمعارك عنيفة مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في أول أيام العيد كما أوضحت المصادر أن المواجهات جاءت عقب هجوم عنيف شنته الميليشيات على جبال الغيل في محاولة للسيطرة عليها لكنهم تراجعوا تحت نيران المقاومة والجيش وطيران التحالف العربي ترجمة نانسي قنقر